قبل ما أطلع فاصل من يومين نادي الأهلي كان بيلعب ضد نادي سموحة نمرأ واحد الأهلي ما عندوش مشكلة مدربين مسيماني أمصان اللي انت عايزه وحتى الراجل اللي جيده أنا بقولك هو خده مني الأهلي عندو مشكلة لعيبة الأهلي محتاج لعيبة الأهلي ما عندوش لعيبة كويسة شوفوا بقى دي إيه محدش طبعا هيقدر يستجري يقول الجملة دي في مصر أنا بقول لحضراتك هو واضح جدا أن هذا الفريق بعافية فرقة دي عندها مشكلة ما اتكلمنيش عن الزمالك خلاص يعني نتكلم عن الزمالك في إيطار آخر أنا بكلمك عن نادي الأهلي وبعدين يا جماعة أنا بقى أكرر أنه النادي الأهلي ده نادي محظوظ ليه؟ لأنه لو ما كانش محظوظ كانت غلب ستة أو سبعة اليوم ده ده على الأهل أنا بكلم على ماتش أنا شايفه مروان حمدي لو أنت ما تعرفش الماتش كله كنت تفتكر أن الجون التاني والتالت إعادة الراجل كرة مروانية مش مارادونية عملهم دريب راحوا عاملين دريب راح عاملهم دريب راح عاملهم دريب راح عاملهم شنه هو جاء فلسه نهو عامل كده تاني آهو عمله دريب راح جاي يدريب عمل له دريب راح نطلع فسنه وعمل كده في المرتين لولا المكانين في حاجة كده المرتين يقطوهم نفس العطة في حاجة كده والله ده مروان حمدي ده ضيع جوان أسهل من دي اتنين عارف جون صلاح عارف جون صلاح كان يباكد نفس جون صلاح دريب ففي زلزال دريب في زلزال وبعدين اضحك بقى قدام الكورة سورة ده كلام يا جدعان وبعدين ايه لعيت ناس كاتبة أصله الحكم مداش الأهلي حقه في الوقت الضايع الحكم ادهم سبعة دقايق بس أنا بقول لكم بجد هو الأهلي ليه تلت ساعة خمسة وعشرين دقيقة وقت ضايع كان المفروض اللي قال ياخدهم هو الحكم كان ظالم فعلا ليه هم بيقولوا كده لأنه على ما الأهلي اتعدل بقى اتعدل في الديئة تسعة وتسعين ماشي ادعاء ادهم في الديئة مية وعشرين ماشي إنما بعد ما الراجل ادهم سبعة دقايق قال لك لا الحكم مدناش حقنا في الوقت الضايع لا يا جماعة انتوا ماخدتوش حقوقوا فعلا انك لازم تدغيب أكتر من كده الأهلي وحش الأهلي محتاج لعيبة الأهلي او على فكرة كان عادة طبعا خلص المدش من هنا ومصر طب حنيعمل لهم فجأة كانت تكلم على المنتخب حنيعمل لهم ايه طب هو الأهلي محتاج حد يجي يلعب طب هو محتاج اللي مش عارف يعمل ايه طب لو جبنا مش عارف ايه لا اللي عيبة وحش لا تجيب ولا تودي ولا ته على فكرة لو جبت له جراديول ولا هيعمل اي حاج اللي عيبة وحش الأهلي الهزم وهو مغمط كده يصاف نص اللعيبة دي مع السلام الأسامي اللي دفعوا فيها ملايين الملايين فيه العيبة دفع فيها أرقام خزعبالية ولا عملت لله لحاج عد حتى عدد اللي جوان اللي جابه مروان حمدي ده إن شاء الله ربنا كريم ويرجع بقى لبيته وكده إن شاء الله يعني يرجع لمكانه ومكانته المحترمة الكويسة على فكرة لعيب ممتاز ولو فيه حاجة إن نشكرها الكيروش إن هو عرفنا اللي عيب ده يعني لو كيروش يشكر على حاجة يبقى الكلام ده بس أنا بقول لحضراتكم فعلا الماتش ده حق ربنا حق ربنا ستة ستة ونص سبعة سبعة وثلاثة اربعة حاجة في الحدود دي أنا حبيب بس إيه لإن أنا من يوم ما تفرجت على الماتش وأنا قاعد وبعدين سندوتشات بيط ببسطرمة كتير جداً لإني كنت متدايق بنزف من جوه الكيان بتعمل فيه كده الكيان حد يقرب للكيان كده وبعدين معلش بقى هو ينكسب ينشوح للحكم ينزع للحكم هو يا كده يا كده ما ينفعش الفرق بتتغلب الفرق بتتغلب برشلونة تغلب ريال مادريد تغلب ليفربول تغلب كل الناس بتتغلب إيه الفكرة يعني على فكرة جون سموحه كان هايل الهادي سليمان كان هايل 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 يعني طبعاً كابتن عبدالحليم لازم نهنيه رجل بتحس كده إنه مخلص مخلص تعرف فيه ناس تحس فيها بالإخلاص يعني طبعاً هو عنده خطط وقال أنا مفهمش فيها وإعداد اللاعبين وإنه يحطهم في أماكن صحة وكل حاجة وإنه يكتشف لعيبة جديدة وكلهم كانوا هايلين على فكرة إنما إخلاصه في العقل تحس كل ما تشوفه كده إنه مخلص في شغله فعلاً نموذج للمداربين المصريين المحترمين ترجمة نانسي قنقر